اتفاق مشترك مفاجئ كان وليد مؤتمر المناخ بيغلاسجو حتى وإن أخذ طابعا بيئيا إلا أنه أعاد الدفء لعلاقات متوترة بين القوتين العظميين أمريكا والصين عد ذلك بقيت على طرفين قيذ في كثير من القضايا العالمية أولاها جائحة كورونا التي كانت وقودا لحرب باردة ومتسارعة طيلة عامين كانت شررتها اتهام واشنطن لبيكين بالتستر على معلومات حول نشأة الفيروس لم تكد نار التصريحات تخمد حتى عاودت اللهيبة مرة أخرى عبر طائرات صينية مقاتلة حلقت فوق طيوان التي تعتبرها بيكين امتدادا لأراضيها وعززت المخاوف من اندلاع مواجهة بين القوتين إذا ما نفذت الصين تهديدها بغزو الجزيرة صولات وجولات الصراع الصيني الأمريكي بلغت أوجها مع تحول موقف واشنطن من مجرد لاعب محايد إلى فاعل في نزاع الصين مع جيرانها تطالب بيكين بالسيادة على مساحات واسعة من بحر جنوب الصين وترد واشنطن أن من حق جميع الدول الطيران والإبحار في أي مكان يسمح به القانون الدولي يتجاوز الخلاف بين العملاقين مظاهر استعراض القوة العسكرية إلى حقوق الإنسان والتكنولوجيا تصف واشنطن معاملة بيكين للأقلية الإيغورية بأنها إبادة جماعية وفرضت عقوبات على العديد من المسؤولين الصينيين في حملة عالمية تدعمها أمريكا وترفضها بيكين بشدة في التكنولوجيا لم تحد إدارة بايدن عن قرارات ترومب وأبقت الحظر على شراء السلع والخدمات من أي شركة تستخدم منتجات خمس شركات صينية لخلفية تتعلق بالجوسسة قمة افتراضية قد تدوم ساعات فهل تغير مقولة مسؤولية البلدين أن العلاقة بين واشنطن وبيكين ستكون تنافسية متى تطلب الأمر ذلك وصدامية متى لم يكن من ذلك بد